السلام عليكم بسم الله نبدو كاملين كل عدب الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه اجمعين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا ربي امين في الفيديو نهار اليوم سنتقوم بمقيرة بدون بايد كما رأيكم يأتي مع السلو يأتيها كصغير تنتقل حبة تروح غير وحدها يأتي بفلفم سنتقلها بالتمر وصفة سهلة وبسيطة وصفة سينك تكونوا تكملتوه من ذلك صغير يأتي من اروع ما يكون بغيت ان نضعها لكم قبل العيد لم يكن سرح الوقت لها غالب هذا وين قديت نضع لكم الوصفة لم يكن عليك تسحقوا الوصفة لأعراسكم وأفرحكم وحافلاتكم نبدأ وعلى فيديو تانا على باركة الله بسم الله نبدأ معاكم بالمقادير هنا عندي ربع كيلات وربع كيسان تسميد نصف غاليد سوف نضعها بالنصف غاليد يأتي بفوق المتوسط بشوية يأتي بفوق المتوسط غير بشوية ان شاء الله سيكون بان لكم كيوريتها لكم في يدي عندي ربح كيسان تسميد ومغرف كبيرة فارينة وعندي كاس تعمل مارغارين وثمن وزيت كما نقول الكاس كتبتها على ثلاثة ودرت كمية تعمل مارغارين وكمية تعمل وكمية تعمل زيت ونبدأ نبسس في السميد كما رأيكم تشاهدون بشوية لكي يشرب السميد المارغارين ونبدأ قرصة ملح ونبدأ نبسس فيه ونبدأ نغطيه على الأقل ثلاثة سوية اذكركم عارفين هو شعال مريح وشعال معطانا نتيجة أكثر من رائعة وشابة هنا يخلي تهيير تاح وجدت نخدم التمر التاعي هنا جبت هذه واقعة لدوصنصي باكية الصغيرة تاع التمر هذا معجون تاع التمر لاباة تاع التمر ودرت لها حليتها قلحت منها العلف قضيت نقل حم ونجبوش نقل عقل كما يبانوش مهم الواحد يأتي يمضغ المقرودة يعس دروسة يعسني لا تروح لها درسة قلحت العلف التي نجمت ونبدأ لها مغرف كبيرة تعزيت ودرت عليها رشاة قرفة على راسة المغرف قرفة ونضغب المزهر هذا المزهر ونضغب بقلي فالنطري ندركها على شكل حالة يملكها على جهة لا يتجن لها المزهر ونضغب المزهر لا يتبخرون للا تاوع يتبخر المزهر ونضع طريب بعد المزهر نقوم بعمل مقرود التاعي كسمتها على زوج لنقوم بغير بشوية دائما على حساب حربوش قمت بقية قمت بقية نصف كاس مازهر و نصف كاس تعلما عادي و نزيد الماء في السميد التاعي و غير بيدها لا نعجل سميد لن نقوم بيدها نقوم بعمل الماء كيف نرى العجينة أعرض كظيف الأن و تجد ان تقوم بحرابة نقوم بحرابة و انظرون الماء يجب أن تنميك حدف 5 دقائق حدفت بحرابة ثم اقتضر الحرب حتى تشربه أجب فقط اظهر بحرابة مجهور لا تخاف منها لا تكافوا ان يأتي مع ماء اضافة طريقية جيدة حرشية يدخلها اضافة شمخة لا تأتي بشمخة هنا لقد حربوش وسط حربوش تجمع مرحل ان شاء الله يكون فديو واضح بارقة سهلة لا يوجد معاقضة لا تستطيع تلبي بورسالة لا يساق لي نقوم بعمل هذا الحربوش بعد أن نقوم بعمل مقاردات صغيرة غير صغيرين لا تريد مقارد كبير مقارد صغيرة تأكلها تأكلها نصحة لا تضطف الطبسي أو الطابلة هنا لم تكن صف واحد للمقارد سنقوم بعمل حربوش لذلك المقارد سأخدمها لتطيب فيه ونعسل فيه لا تبقى مع المقارد لا تبقى مع المقالة لا يريد أن نقوم بطونة خدمتها على الدربة وضعتها في البوتاجي وبدأت نقلي فيه قرر بإكمال الحربوش لم تكن قرر بعمل لتطاوة سبيسيال فلت دايرة قليل عميق لكي ندير فيها كمية زيت لذلك السوالح لنقلهم في زيت عميق كما المقروض كما تشاركتها معكم لا تستغليش و امامتون جاي صغيرة جاي متوسطة لا تكليش زيت بزيت بزيت فراكم فاهمين كما قلت لكم كما نبدأ في الحربوش تالي وعليها نبدأ نقلين ندير الكسرولة تالي على النار متوسطة لبنات في القاز المتوسط على نار متوسطة لا ننعلوش القاز و لا نقصوها شغاع بسكوها مقيرة يديرها كي طيب و لا ننقوش القاز لكي لا يبقى خدر من داخل ينسير البنات و شوفوا البنات اللي تخاف المقارض أو المقارض التاحة ينتحل لها في المغلة أو لا يجب غرفية يدري فيها كمية تعمى و كي تبدأ تقليف المقارض التاحة كل المقارض غطي هذه الحبات على المقارض قد دخلها و خرجها تم تم شوفوا هنا يدرت الزيت سايح ماء و داها ينحمي في الحسن لكي ينطلق قليلا على خش الحسن يكون تقيل و نطفي عليه النار و لا نحمي العسل و نجعله غير مطلق هنا قدرت بولة كما رأيكم تشوفوا سميت كي يبدأ التغليلي عرفت بل يزيز تاحة حما و بدأت نقلي في المقارض التاعين نضير كمية و لا نخربوش فيه نهائيا لبنات نجعله حتى يتفوت 5-7 دقائق نجعلها بل قرار بولة كمية و نشوفها ليتو حمرة ذهبية و تلك لكل مقارض الشابة و نقلع و ندخله و نجعله مزان و نجعله و نجعله بعد إلغان لما نقلع لي هذا كل الون المقارض و لا نتحليه و لا يدريه حتى ينطلق قلع لما يتشقق و يدخل طياب بها و يقوم بغير وحده ينطلق شباب و يتفوت و يتفوت غير وحده و في فم يجيبن بزاف بعض ثم نقل على الكمية هنا هؤلاء حبيبات التوالى نقلي فيهم وراء الدعوة هنا قريب الوقت كانت يدفل الفطور ويدفل هنا قلت لكم ساي كنت لدي الدعوة بالزيت والزيوتات والعسل كنت هنا كملت الفطور درس هذا النهار درس برياني بالجاج سينك سينك وعارفين بس ما تديرها درته طاب على غرده وقعت لاهياء مع المقارد التاعي ونكمل عسله نديره في الكسكاس يتصفون بعد كي يتصفون العسل لابنت انا نخليه ليلة كون بلي في بلاتو في العسل ندير المقارد التاعي وندير فوق العسل ونخليه يزيد يشرب ليلة كون بلي والغدوان من ذلك نديرها الججلان كما لكم تشوفوها الى النتيجة شوفوه يأتي اروع من ما يكون يأتي من اروع ما يكون يتشقق من يتشقق يأتي هبال في البنة انتمنى منكم ان شاء الله يجاربوا الوصفة وتعجبكم ولا اسهل ولا ابتدو نفتح معاكم حبة وندير معكم البنات في المونتاج ونشوفي باللي غدوان عيد غدوان ايام شوال ان شاء الله اول ايام شوال ان شاء الله تعيدوا بالصحة بسلامتكم سلامت ولداتكم ان شاء الله يكون فاتح لكم رمضان بالصحة والعقوبة للعام الجاي ان شاء الله هنكون اخر من هذا العام يا ربي امين وهذه النتيجة شوفوه كيف يأتي مع السل احترال القلب ويأتي من أرواح ما يكون لا يأتي الاخضر لأحتشي حاجة يدوب غير وحده ودك التمر يأتي الطري ما نحكي لكم شاهدكم في الجنة ان شاء الله وكانت هذه الفيديو تانه اليوم شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وتكون عجبتكم الوصفة لعجبتكم الوصفة خلوا لي لايك ودعموا لي زعبون مو وخليتكم على بركة الله الى الفيديو القادم ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك